السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم تفرجوا الفيديو هذا اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة هذه المرة ان شاء الله سنشارك معكم طريقتي الخاصة في تحضير الشوارمة هذه من بين الوصفات لنحضرهم للطرق هذه الطريقة يعني الصراحة من الوع ما يكون وصفة رهيبة يعني ان شاء الله سنهالي طيبوها الوليداتكم والعائلة ديالكم ما كاش لي ما يزيد شي يقول لك عاودي طيبة هاليدي انها تجي احسن منتع السوق بألف مرة بلا ما نزيد نطول عليكم اكتر نخليكم مع الوصفة بالنسبة للخلطة السحرية واش نعمل نضيف الياغوت نطيغ اكيد الكمية تختاري في حسب الكمية اللي راكم شي تعملوها تعالدجاج ولا الديكرومي يعني انا اليوم راح نستعمل تركي الديكرومي دفس كذلك الملح شوية كمون وقليل من الفلفل الاسود لانه راح نضيف سك الجبير هو ديناتو غحار الكوركم وسك الجبير نضيف كذلك شوية قصبورة مجففة والخردل يعني الموتر يعطينا كذلك نكهة خاصة والزيت القليل منها الزيت والقليل من الماء هكذا باش كل شي ينحللنا كما راكم تشوفوه اهنا جبت التركي ديالي يعني اذا ما كاش عندك تقدر يتعوضه بصدر الدجاج يعني تقدر يتعوضه بصدر الدجاج لكن صراحة بالتركي يجي احسن اهنا هذي التدبيلة نحاول شفته يعني حليتها بالسكين بالخدمة كما راكم تشوفوه يعني قطعتو الفيديو را يوضح نفسو هاكذا باش دوك التوابل يتدخلون الداخل يعني باش يتشرب هادك شي ولا بالفرشيتة لكن انا نفضل بالسكين يكون احسن بدي الطريقة وهنا جبت التوم ونحاول ندخل التوم بين هادو الفراغات هدا هو السر والنكهة يعني يطلق لنا ذاك المديالو ونزيد في الاخير شوية القصبورة المجففة وهنا نوضع ورق الزبدة عدا باش نوضع ورق الاليمينيوم لانه ماشي صحي ونخليه يعني على الاقل من الاحسن ليلة كاملة لكن معلش وضعه الصبح وفي الليلة طيبة هنا من بعد ما طاب في الفرن كما راكم تشوفو جائي شهي نحاول هنا نقصه ونقطعه نحاول نقطعه على شكل شرائح يجي ما شاء الله يعني طاب بغاية الغاية حاولوا يعني هو واحدة الساعة حسب الفرن كل واحدة والفرن ديالها نحيت هدا العظم تقدروا تقدموه هكذا خصوصا نصحب كوليستيروس وصحب الريجيم وانا خليت هدا هكذا لكن الباقي راح نشارك معكم الطريقة تع الشوارمة يعني كل واحدة وكيفاش تحبوه هدا الباقي راح نزيد نحاول نقطعه الى قطع الصغار هنا جبت المشروم والشامبينيو هدا الفراش يعني الفراش قطعته الى قطع وزيت ضفت معاه كل ميناء البصر والقصبر ونحاول هكذا نقله مع قليل من الزيت حتى تدبال ديك البصلة والشوبينيو ديالي حتى هو يدبال عادة باش نضيف الصدر ديك الرومي يعني اللي قطعته ونبدأ نواصل في الخلط باش يتقلالي مع هدو المكونات بالنسبة للتوابل ما نضيف والو الا الملح يدى حسيتو راح ناقص لانو الشوارمة ديالنا راح منكها البنات يعني حاولوا ما تكترش بزاف هنا واش راح نعمل جبت القليل من الحليب نضيف معها ملعقة صغيرة نضيف ملعقة الياغوت ناتيوغ ونبدأ نخلط كل شمع بادياته البعض اراني مستعملة شور كريمت وما تقدروا تستعملوا الياغوت ناتيوغ هذه هي كذلك نضيف شوية الجبن يعني الفخوماج مغبي والقصبرة المجففة ونخلط كل شمع بادياته البعض ونضيفوه للخلطة ديالنا اللي تكون بخانسكراها واجدة يعني هنا في اقل من دقيقة خلاص راح تتكون لي هذيك اللاصوس لاني حبتها تحاولوا ما تكترش ميزينة باش ميجيكم ش تقيل شوفوا القوام اللي تحصلت عليه وهنا زيت في الاخير شوية الخرد المتغد لانه اذا كترتوا ميزينة راح تجيكم تقيلة وتقهم يعني هدا هو القوام ديالها زيت شوية في بطاطا مقلية وقدمتها بهذا الشكل لبنات الزوج ديالي ضفت له هذيك الشرائح اللي ماشي مقليين لكن انا لا لا نفضل طريقة ثانية وكان هدا هو التقديم لبنات واش نقول لكم يجي من اروع اروع ما يكون شهيزكم في الجنة واحدة ضوق ما تنساولها بدنا ضوق مختلف تماما اللي تاكلوا في السوق تعال السوق يجي ناشف وصامت انا صراحة ما يعجبنيش تعال السوق جربوه بهذي التدبيه لو بدي الطريقة وان شاء الله رح تدعوه لهذه هي وهنا كون وصلنا الى نهاية الفيديو حبيباتي نتمنى ان شاء الله انو الوصفة تاقي اليوم تكون عجبتكم واذا عجبتكم كل عادة ما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد واذا كنتي اول مرة تشوفي الفيديو ما تنساش تهبتل تحته وتشوفي يعني تضغطي على زر الاحمر سبسكرايب هكذا باش تصيري واحدة من العائلة ومع الياما نقول لكم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة